على مركز الملك سلمان الإغاثة والعمال الإنسانية الدكتور عبدالله ربيع خلال مؤتمر صحفي له مع وكيلي الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارف الأمم المتحدة مارك لوكوك دع الأمم المتحدة لسرعة تنفيذ المشاريع التي تمويلها السعودية والإمارات والكويت يهيب بمنظمات الأمم المتحدة سرعة تنفيذ المشاريع المطروحة في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 والتي مولت من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وبقية الدول حيث ما زالت نسب التنفيذ أقل من المأمول وانضامنا من الرياضة الدكتور عبدالله ربيع المشرف العام على مركز الملك سلمان الإغاثة والعمال الإنسانية أهلا بك دكتور ربيع بداية استمعنا قبل قليل إلى الدعوة التي وجهتمها إلى الأمم المتحدة لسرعة تنفيذ المشاريع ما هي المعوقات التي تواجهونها في تنفيذ هذه المشاريع أهلا بك أخ إبراهيم وبمشاهدي العربية المعوقات كثيرة وأكثر هذه المعوقات هو ما تقوم به الميليشيات الحوثية من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها الكل يعلم أن أماكن الاحتياج الإنساني الأكثر أولوية هي في مناطق تسيطر عليها هذه الميليشيات وهي تعيق وصول هذه المساعدات وتم تطرق إلى هذه النقطة مع السيد مارك لوكوك كما أننا نأمل من منظمات الأمم المتحدة أن تسرع في عملية الشراء وإيصال هذه المساعدات إلى اليمن لأن الاحتياج الإنساني وكما صدر عن الأمم المتحدة كبير ويجب التعامل معه بسرعة أكثر أبرز القضايا التي قمتم ببحثها خلال لقائكم مع وكيل أمم المتحدة الشرون الإنسانية مارك لوكوك نعم أولا تم تطرق إلى آلية تقييم الاحتياج الإنساني ويجب أن تبنى على معايير علمية محايدة الكل يعلم أن إجراء استقصاء ميداني في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية يتم إعاقته ولا بد أن يتم الموافقة عليه من الجهات المعنية لدى الميليشيات العوثية وهذا يؤثر سلبا على مصداقية هذا الاستقصاء الميداني في تلك المناطق كما تم التطرق كذلك إلى البرامج المنفذة من خطة الاستجاب الإنسانية لعام 2018 وكيفية التعامل مع الاحتياج الكبير الذي صدر عن الأمم المتحدة وما قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الجديد بـ 500 مليون دولار للوصول إلى 12 مليون من المحتاجين في المناطق اليمنية المختلفة وأخيرا تم التطرق لوضع آلية قوية ومناسبة للرقابة والتقييم لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في اليمن دكتور ربيعا كيف تقيمون مستوى التنسيق بينكم وبين الأمم المتحدة فيما يتعلق خصوصا بإيصال المساعدات إلى مستحقيها التنسيق في الواقع في تحسن هناك أولا وجود مكاتب لهذه المنظمات وبالأخص مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الأوتشا موجود لها مكاتب في المركز في الرياض ويتم عقد اجتماعات شهرية لضمان التنسيق والوصول وكذلك تقوم قوات التحالف بتسهيل وصول المساعدات عبر الموانئ والمعابر المختلفة لليمن وتسهيل سيرها داخل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات التي تسيطر عليها عفوا الحكومة الشرعية ولكن التحدي الأكبر هو المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية لذا تمت الإهابة بمنظمات الأمم المتحدة بمحاسبة هذه الميليشيات لمنع الشعب اليمني من هذه المساعدات لو تطلعنا على إجمال المساعدات السعودية التي تم تقديمها اليمن منذ العام 2015 طبعا المساعدات التي قدمت من دول التحالف مجملة أكثر من 18 مليار مختلفة بين المساعدات الإنسانية والإيوائية وكذلك الدعم التنموي ودعم الاقتصاد في اليمن وبالأخص البنك المركزي ومن هذا المبلغ 11 مليار و20 مليون جاءت من المملكة العربية السعودية والمركز نفذ برامج في كل مناطق اليمن أكثر من 294 مشروع في كل مناطق اليمن بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية وكذلك المملكة فتحت ميناء جازان والمعابر البرية لدخول المساعدات الإنسانية دكتور ربيعا كان هناك أيضا دعوات لتوحيد آلية العمل الإغاثي والإنساني في الدول المتضررة جراء الحروب والكوارث إلى أين وصلت جهود التنسيق بهذا الشأن طبعا نحن ننسق أولا كشركاء للأمم المتحدة وكذلك لتمثيل المركز في اللجانة الاستراتيجية والتخطيطية في الأمم المتحدة لوجود آلية محددة وواضحة أولا في الاستقصاء الميداني وثانيا في آليات التنفيذ وضمان الوصول لكل المناطق بالسرعة المناسبة وكذلك تخفيف البيروقراطية التي توجد في بعض منظمات الأمم المتحدة العمل يسير في الطريق الصحيح ونأمل إن شاء الله أن تكون كل البرامج المشتركة مع الأمم المتحدة تحقق الأهداف التي رسمت له أخيرا بعيدا عن اليمن سنتحدث عن موضوع الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية بعد توقيعكم على الاتفاقية بتقديم خمسين مليون دولار لصالح لنروا كيف سينعكس هذا الأمر على واقع الشعب الفلسطيني هذا أولا هذه المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لها أثر كبير كما صرح به المفوض بوكارة لنروا وذكر بكل وضوح أنها سوف تقلص العجز من 42% إلى 2% وهذا بالتالي سوف ينعكس بشكل إيجابي وكبير على مسيرة التعليم وكذلك المراكز الصحية والقطاع الصحي للاجئين الفلسطينيين وكذلك الشعب الفلسطيني وكذلك البرنامج الإغاثة العاجلة كل هذه البرامج سوف تستفيد بشكل كبير من هذه المنحة التي قدمت لوكالة الأنروا أنا أشكرك الدكتور عبدالله ربيع المشرف العام على المركز الملك سلمان الإغاثة والإغاثة الليسانية على موجودك معنا في الرابعة